طيب نرهاني يمكن الحقيقة خلال الجلسة أمس نموذج محاكاية مجلس حقوق الإنسان فلسطين كان لها وود وحضور لافت للنظر من خلال كلمة ليكي كلمين عن هذه الكلمة وكلمين كمان عن يعني أنت كنت تتكلمين دلوقتي عن فكرة أنه كنت تتدربوا دايما على مدار أيام عشان تبقوا عارفين ومهيئين لكل ما يحدث في مجلس حقوق الإنسان بالفعل في جناف زي ما قلت كلمين عن هذه النقطة للحظة مبارح أنه كيف كل دولة تحكي كلمتها يعني نحن أصلا الأعضاء 47 دولة غير الأعضاء المراقبين غير المنظمات فكل واحد كان بيعرض بمنظور دولته الحقوقي يعني أنا بفلسطين عارضت بوجهة نظر فلسطين أنه جائحة كورونا كانت صعبة للغاية على فلسطين بالذات لأنه نحن كان عندنا ظروف صعبة بالاحتلال مع الكورونا فكان الوضع كارثي وبعدها حكيت في كلمتي عن اللاجئين كيف برضو كانوا هم الضحايا الأبرز لهذه الجائحة وأنه يعني بطالب أنه الدول الأعضاء في المجلس المحاكاة دعم اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي أنهم سكان أصلينا المحميين في أي ظرف فلازم نكون كلنا متساويين بالصحة فهذا هو اللي طلعنا منه في المحاكاة أنه كل الدول كل الشعوب في أي منطقة أيا كان كلنا متساويون بالصحة طيب نرهان أنت مبارح في حديثك أو في كلمة ممثلة فلسطين بالمجلس تحدثتي عن منظمة الأنروا وللأسف الفترة الأخيرة كان فيه مش عايز أقول تخنيق من الاحتلال فقط لكنه الخنق زاد كمان من كثير من دول العالم على هذه المنظمة التي تساعد بكل تأكيد العديد من الفلسطينيين أنا عايزك تنقليلي صورة الفلسطينيين على أرض الواقع والترجمي هلنا بالكلام اللي أنت قلتي في حديثك بالأمس في البداية بدي أحكي لك أنه أنا بردو لاجئة فلسطينية في غزة أنت مقيمة في غزة لكن أصلا منين في فلسطين الأصل من مدن محتلة فعليا لكن أهلي هاجروا على غزة نزحوا إلى غزة بالضبط ففي مخيمات في غزة وفي الضفة أيضا فنحن في لاجئين حتى في بلدنا في مخيمات يعني ليس فقط خارج فلسطين في دول العديد من الدول العربية وفي الشتات ولكن الوضع في اللاجئين عموما في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين كارثي وأيضا ليس هناك دعم مالي كافي للأونروا لتقدر أنه تستمر وأيضا عدد اللاجئين يعني يزداد باستمرار على مدار السنوات والدعم يعني بدل ما أنه يزيد بقل فالوضع يعني الأونروا محتاج كتير كتير دعم مه مه مه